مذكرات عسكرية تحكي قصة تصفية قاسم سليماني فرانك ماكنزي القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية يكتب قصة نهاية من وصفه بموجه ميليشيات إيران في المنطقة القصة بدأت وفق المذكرات يوم السابع والعشرين من ديسمبر 2019 إثر مهاجمة الميليشيات قاعدة كيوان الجوية الأمريكية في كاركوك العراق وبعد ردود عسكرية لم تكن كافية بنسبة لدونالد ترامب الرئيس الأمريقي آنذاك فأمر باستهداف سليماني كما تمت الموافقة على استهداف قائد فيلق القدس في اليمن في الوقت عينه والمرجح أن يكون عبد الرضا شهلي يروي ماكنزي أنه كان واضح للاستخبارات الأمريكية أن سليماني سيهبط في مطار بغداد الدولي يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر ويغادره سريعا بالسيارة فتم اختيار مسيرات من تراز مكيو ناين مزودة بنظام صواريخ هيلفاير سيناريو التصفية كان على الشكل التالي مقاتلتان أمريكيتان تسقطان الطائرة بمجرد دخولها أجواء العراق ولكن العملية تأجلت وفق المذكرات خوفا من تكرار حادثة إسقاط طائرة ركاب تجارية إيرانية عام 1988 والتي اعتقد أنها طائرة مهاجمة وبعد ثلاثة أيام وتحديدا عند فجر الثالث من يناير حط الطائرة السليماني في مطار بغداد وهنا يروي ماكنزي بعضا من التفاصيل تسمرنا أمام الشاشة مراقبة في غرفة العمليات وبدأت العملية هبطت الطائرة التصق درج الركاب بها فتح الباب خرج سليماني قبل أن يركب في سيارة من سيارتين كانتها تنتظرانه فجأة وميض أبيض ضخم يشتاح الشاشة وإحدى الزوايا راحت توثق تناسر أجزاء من سيارة سليماني وبفارق ثلاثة عشرة دقيقة فقط نفد هجوم مماثل بمسيرة على منزل كان من المفترض أن يكون فيه قائد قوة القدس في اليمن ولكن النجاح لم يكن مكتوبا لتلك العملية بحسب ما كشف ماكنزي ترجمة نانسي قنقر